بخصوص تركيا تركيا صاحب الجلالة عبارة في رسالته وفي برقيته التي بعت بها وبعتها عفوان إلى الرئيس الجمهورية التركية وعبارة عن مشاعره وعن وعن تضامنه مع الشعب التركي في هذه المحنة التي يمر منها هذه البلد الخلية التي تعملت الأزمة تلقت 1743 اتصالا من الجالية المغربية المقيمة بجمهورية تركيا وأفراد عائلتهم تم التبلغ عن أربعات الوفاية الله يرحمهم وتم التأكد من أن 84 مغربي ومغربي بصحة جيدة المشكلة التي كانت في هذه المنطقة لأنه وجد ربما في سؤال محمد هو أن الشبكة تضررت بشكل كبير وهذا هو واحد من الصعوبات لكي يطلقها المركز أو لخلية الأزمة في تلقي الاتصالات لكن كل المجهودات يتم تعبئتها من أجل أن نكون إلى جانب المغاربة 1743 اتصالا هاتفيا ربعاديا الوفاية توفهم الله الله يرحمهم 48 مغربي ومغربية تم التأكد بأنهم في صحة جيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر